ينفرد هذا الفيديو الحصري بحقيقة خبيئة ذهبية تم العثور عليها مؤخرا في صحراء الهجار الجزائرية ويرجع تاريخ هذه الخبيئة إلى نحو ثمانمائة مليون سنة مرحبا بكم في كشف علمي كبير وصف بالتاريخي عثر فريق من علماء الجيولوجيا في صحراء الهجار الجزائرية على نوع فريد من الأحجار الكريمة وليست أهمية الاكتشاف كاصرة على وجود احتياطيات معتبرة من هذا الحجر المعدني الثمين الذي يدخل في صناعة أغلى المجوهرات ومن ثم يمكن أن يضيف الكثير من النقد الأجنبي إلى خزينة البنك المركزي وبالتالي دعم الاقتصاد الجزائري ولكن أيضا استدل العلماء من خلال تتبعهم للمكامن الأرضية لهذا الحجر الكريم على كنز ذهبي قديم ونادر يعود إلى نحو ثمانمائة مليون سنة خلت أقصى الجنوب الشرقي للجزائر تحديدا ولاية تمن راست حيث المتسع الكبير في صحراء الهجار العميقة التي هي امتداد طبيعي من صحراء الجزائر الكبرى وتصنف باعتبارها واحدة من أهم المتاحف الطبيعية المفتوحة في العالم كونها تضم مئات من النقوش الجدارية والرسوم الصخرية التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ يا للهول ما هذا التكوين الغامض إنه الصدع الكبير المعروف بالقص والذي يحتضن منطقة سيلت ذات القصور الزلزالي والبنية التكتونية الفريدة التي شكلت إقليم الهقار في حقبة التحول الإفريقي وساهمت في تكوين السلاسل الصخرية العميقة إبان العصور القديمة وفي هذه المنطقة ثمت مواقع ثلاث مغمورة هي أوسف ميلين وسيل ديرار وإدريسي أخذ منها العلماء عينات جيولوجية وأخضعوها للفحص المجهري الضقيق ليكتشفوا المفاجأة المثيرة لقد عثر العلماء على نوع نادر من التورمالين يسمى الشرول ينتمي إلى مجموعة فريدة من الأحجار الكريمة ويتسم ببنية بلورية ثلاثية ذات طيف واسع من الألوان ويحتل الدرجة السابعة في سلم القساوة بين الأحجار الكريمة وذلك نظرا لاحتوائه على مجموعة معقدة من المعادن التي تشمل السليكة والبورون والألمونيوم والحديد والماغنيسيوم والصوديوم والليثيوم وإلى وقت قريب ظل الجيولوجيون يعتمدون بشكل أساسي على عروق القوارتز والكبري تيدات والصدوع العميقة باعتبارها مؤشرا لاستكشاف الذهب في مكامنه الطبيعية إلى أن اعتمد الشرول كمؤشر قوي على وجود الذهب وذلك لكونه يتشكل في بيئات مؤكسدة ومثالية لترسيب الذهب داخل القشرة الأرضية لقد تبين أنه بمثابة مقياس للحرارة والزمن حيث لا يدل على المكمن الطبيعي للذهب وكفة بل وأيضا يظهر المراحل الزمنية التي يتشكل فيها المعدن النفيس وكذلك يساعد في تحديد إذا كانت منطقة ما لا تزال واعدة للتنقيب أم لا وبفضل استدلالهم بحجر الشرل النادر توصل فريق التنقيب في نتوءات وكثبان صحراء الهكار إلى اكتشاف احتياطيات معتبرة من خام الذهب وصفت بكنز الهكار الذهبي وقد بيانت الفحوصات الدقيقة التي أجريت على عينات أخذت من المواقع الثلاث التي أشرنا إليها سابقا أن هذا الكنز الذهبي يعود إلى أكثر من ثمانمائة مليون سنة وكانت جيو كيمستيري وهي دورية علمية مرموقة قد نشرت في عددها الأخير دراسة تفصيلية حول هذا الاكتشاف الجديد الذي يفضي إلى أن صحراء الجزائر ما زالت تحتفظ بأسرار وكنوز نادرة لم تمسسها يد بشر إلى الآن ويفتح الباب أمام أفاق وعدة في مجال استغلال الثروات المعدنية بالجنوب الجزائري شاركنا برأيك نرحب بتعليقات مشاهدين الكرام ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر